أمس كان يوماً خطيراً جداً في الولايات المتحدة وكان الإعلام الأمريكي كله بل والعالمي كان مركز على قضية اتهام ترامب وجهت لترامب سبع تهم توجيه سبع تهم من قبل هيئة محلفين كبرى تركز على التآمر حيازة وثائق سرية وعرقلة العدالة ولكن أيضاً تهمات أخرى لم يسبق أن اتهم رئيس أمريكي سابق بما اتهم به ترامب أمس طبعاً هذه ليس أول اتهام شفناه في محاكمات واتهامات وسيصدر فيها حكم في ديسمبر القادم لكن هذا كان في نيويورك كان حول قضية التهرب الضريبي التلاعب تقديم معلومات خاطئة مرات إنقاص الأرباح عندما يريد أن لا يدفع ضرائب مرات تدخيم الأرباح وتدخيم الممتلكات عندما يريد أن يقترد من البنوك إلى آخره وكان في قلب هذه القضية هو أعطاه أموال لمرأة كان في علاقة غير شرعية معها ثم هاجمها ثم اشتكت به وقدم لها أموال من أموال الحملة الانتخابية وهذا كان جريمة في القانون الأمريكي أيضاً لكن هذا كان أمام محكمة ولاية محكمة دولة دولة كما نقول لكن ليس محكمة فدرالية لأول مرة يتم اتهام رئيس أمريكي سابق أمام محكمة فدرالية هو ما زال عنده حكم آخر لكن سيكون أيضاً أمام ولاية وهي على الأرجح في كاليفورنيا في قضية التلاعب أو الطلب من موظفين بالتلاعب في أرقام الانتخابات إلى آخر الانتخابات 2016 اللي هزيمة فيها واللي هو عمره لقبل الهزيمة إلى درجة أنه حرض اللي كانوا معاه ومناصره لأنهم هاجموا الكابيتول أو قل قلعت ومكت كما يسموها هم عندهم يعني أقدس المقدسات الأمريكية هي الكابيتول أين يتواجد مقر الكونغرس بغرفتين الشيوخ والنواب إذن الاتهام اللي كان أمس هو اتهام خطير جداً ولأول مرة كما قلت في التخم فيه طبعاً كانت هناك اتهامات لرؤساء أمريكيين سابقين مثلاً نيكسون في فضيحة واترغيت لكنها لم تذهب إلى المحاكم الفيدرال ينتهت بالعفو عنه عفى عنه نائب لأصبح خليفة جيرالد فورد آنذاك وكان هناك اتهام لكلينتون لأنه كذب تحت الحلف في 98 لما كان 97-98 لكنها أيضاً لم تذهب بعيداً ولم تكن بمعنى بهذه الاتهامات الاتهامات لموجهة لترامب اتهامات خطيرة جداً وهي على مستوى فيدرالي هذه المرة إذن ترامب يعتبرها أن هذا في الحقيقة هو إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة هذا ما قاله على التهم الجديدة يكون هذا القائل هذا واحد من المقربين منه السيئة إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة من وزارة العدل ومحاولة التدخل بالانتخابات وأن إدارة بايدن تقوم بمحاكمة شاملة لزعيم المعارضة من خلال هذه الخطوة الجمهوريين يقولون أن الولايات المتحدة أصبحت مثل دول العالم الثالث التي يقوم الرئيس الذي يكون في السلطة بالطهاد معارضه هم يصوروا الاتهامات لموجهة لترامب بهذه الصيغة أضافوا أيضا قالوا من أن ترامب سيتصدى لهذا الانتهاك غير دستوري للسلطة حتى تتم تبرئته أكبر تهديد وهدف سياسي لبايدن والحزب الديمقراطي الفاسد هذا كل كلام بايدن والقاربين منه ومن بين القاربين منه كيفن مكارتي أو على الأقل زعيم جمهوري هو زعيم النواب اليوم ثاني أهم أو الغرفة الأولى في الولايات المتحدة يقول هذا كيفن مكارتي الولايات المتحدة تعيش يوما مظلما ومن غير المعقول أن يوجه رئيس اتهامات للمعشح الرئيسي الذي يعاربه مشيرا إلى بايدن إلا أن بايدن أيضا احتفظ بوثائق سرية وعبر رئيس لجنة وهو جمهوري لجنة القضائية بمجلس النواب وهو جمهوري أيضا واسمه جيم جوردن أن هذا يوم حزين لأمريكا وأشار رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب بالحزب الجمهوري أيضا واسمه جيمس كوبر إلى أن بايدن كوبر عفوا يأساء التعامل مع وثائق سرية أكثر من ترامب بالمقابل بايدن قال أنه لا علم له بهذا الاتهامات وأن وزارة العادل لم تخبره وأنه سمع بالخبر مثل ما سمع به الناس كلهم وسمع به الأمريكيين كلهم وأنه لا يضطهي ترامب ولا علاقة له بهذا الموضوع وإنما هذا مجرى قانوني وهو الشيء الذي قاله تقريبا رده أدام شيف وهو أدام شيف هذا طبعا نائب ديمقراطي وأحد كبار النواب ديمقراطيين يقول أن ترامب أن فوز ترامب بالرئاسة قد يكون أمله الوحيد في تجنب السجن ولكن يجب أن يحاسب مشيرا إلى أن الرئيس السابق يواجه اتهامات فيدرالية وسيحاول استخدام الاتهامات ضده لتحقيق مكاسب سياسية وقال أنه يجب أن يعامل كشخص انتهك القانون وليس فوق القانون أما إحدى وهي مسلمة وسموها رشيدة أطليب وهي من أصول فلسطينية وكانت دخل ترامب وجه لها اتهامات كثيرة وسبها وهاجمها عدة مرات على تويتر عندما كان في تويتر والجمهورين يكرهونها كراهية شديدة جدا فهذه رشيدة أطليب قالت وهي نائبة ديمقراطية إن ترامب حكم برلمانيا مرتين والآن توجه له تهمة للمرة الثانية وهذه لم يسبقه رئيس إليها أيضا طبعا التهمة الرئيسية تتركز على أن المحققون صادروا قبل حوالي سنة 13 ألف وثيقة من منتجة مارالاغو في فلوريدا وهذا يقيم فيه ترامب وكان أنا ذاك وأنه تعلقت عليه في وقتها كان أنا ذاك ملأ الأخبار الدنيا كلها وقالوا أن هناك على الأقل 100 وثيقة تحمل تصنيفا سريا وثيقة واحدة اللي كان لقاها عنده أو عند أي إن كان يحسبوها لها وعلى أرجع 20 سنة سجن وثيقة واحدة وما وجدوا 100 وثيقة تحمل تصنيفا سريا إضافة إلى آلاف الوثيقة الأخرى التي ما بين تصنيف غير سري إلى تصنيف محدود إلى آخره فلكنهم أضافوا قالوا أنهم لقاوا مرة أخرى أيضا 200 وثيقة سرية وأموًا هذه قضية ستتعظم وستكبر كل يوم أكثر أين تذهب الولايات المتحدة بهذه الاتهامات شفنا أن ترامب لازلت أتذكر خطاب ترامب يوم 20 جوندي 2017 لهو خطاب التتويج بالرئاسة وكان في واشنطن وكان يوما باردا جدا قال أنه جاء لرئاسة الولايات المتحدة وأنه أصبح رئيس الولايات المتحدة وجاء ليفكك المؤسسة الحاكمة ثم في خطابات أخرى يسميها الدولة العميقة وقال أنه ليس منها وأنه خارج منها وأنه يريد أن يعيد أمريكا لأمريكيين ويريد أن يجعل أمريكا قوية مرة أخرى وأستخدم شعارات تطرب آذان وعقول اليمين واليمين المتطرف عندما يتكلم على أمريكا العظمى يعيدها عظمى مرة أخرى عندما يتكلم على الذين يغزوننا من اللاجئين من أمريكا الجنوبية عندما يتكلم على المسلمين ويمنع سبع دول مواطني سبع دول مسلمة منعهم معهم دولة أخرى ثامنة أعتقد أنها كانت كوبا أو كوريا الشمالية منعهم من دخول الولايات المتحدة سبع دول مسلمة وهذه أول مرة تصرف التاريخ أيضا والحقيقة أن ترامب كان عنصريا جدا وهو من أجماعات العنصريين البيض تفوق الأبيض واللي اعتبروا أنفسهم أنه مصحب البلاد وأن الآخرين كلهم لمش أبيض مسيحي فهو في الغالب لاجئ برغم أن الولايات المتحدة في الحقيقة أمريكا الشمالية في الأصل هي للهنود الحمر يعني كل من يوجد في الولايات المتحدة الآن لم يتواجد قبل خمسمائة سنة يعني كريستوف كولومبوس اكتشفها في حدود 1482 ذكرتي جيدة قبل حوالي خمسة قرون وربع أو نص وبدأ الاستيطان الغربي أو الاستيطان الأوروبي يذهبون هناك وخاصة المضطهدين والمشردين والفقارين والباحثين عن فرص جديدة وإلى آخره إلى آخره وقضعوا على الهنود الحمر ولذلك في عمق الأمريكيين في الحقيقة أمريكا هي من بين أكثر الدول الجديدة في العالم لكنها اليوم هي الامبراطورية العظمى في هذا العالم أو الأقوى لكن كي هناك نظرة عنصرية تتطاول على الألوان الأخرى تتطاول على السود على اللي من أصول أمريكا الجنوبية اللي من أصول إفريقية اللي من أصول هندية صينية مسلمة إلى آخره إذا لم تكن أبيض فعند اليمين المتطرفين مش عند كل أمريكيين بالمناسبة يعني بالعكس دولة أمريكا هي من أكثر دول أو الشعب الأمريكي في عمومه ومن أكثر الشعوب لتقبل الآخرين لكن عند اليمين المتطرفين لا وجاء ترامب يلعب على هذا الوتر قد يكون عنده بعض النقاط اللي هو محق فيها خاصة لما يتحدث على اللوبيات لما يتحدث على دولة عميقة لما قد يكون يعني في هذا النقاش يحدث نقاش لكن الأكثر واللي ربما من جهة تخدمه لأنها تعطيل شعبية عند اليمين المتطرف واليمين السادج نقدر نسموه ولكن من جهة أخرى تضروا أمام الآخرين لأنهم يعتبروه أنه عدو لهم وهم من سكان الولايات المتحدة أو حتى من سكان هذا العالم لكن يتهمهم مثلا ترامب كثير من المرات قال لدينا مشكلة مع الإسلام وهذا خطاب متطرف عنصري قاده ويقوده كثيرين من كبار أباطرة اليمين المتطرف إذن لم يكتفي أنه عنده مشكلة مع المسلمين يقدر يكون عندك مشكلة مع المسلمين كما يقدر يكون عندك مشكلة مع الهندي أو الصيني أو الإفريقي أو الفيتنامي لكن عندما تمس دين كامل هنا تولي قضية قضية مختلفة وهذا في الحقيقة هو المشكلة اليوم في أوروبا أيضا وشفنا وزير خارجي الداخلية الفرنسي يتحدث حتى على الإسلام السني الولايات المتحدة قادمة على أوضاع استثنائية في عدة احتمالات لكن من بين الاحتمالات هو أنه لأن هذه الاتهامات كلها وممكن تصدر أحكام عليه وينتخب ليس هناك شيء يمنع في القانون الأمريكي إلا إذا سجن قبل الانتخابات لكن ممكن يصدر عليه حكم وكاين بعض اللي تكلم في دستور الأمريكي يقول لك يقدر يكون في السجن وينتخبه الناس تخيلوا عندهم بعض الإشكالات في دستور الأمريكي كثير من الأصوات الآن تقول أنه يجب مراجعته لأنه ما كانوش اللي وضعوه ما كانوش يفكروا أنه ممكن الرئيس أو اللي يكون مرشح رئاسي يكون مجرم يعني أو متهم بأنه مجرم فهناك شكالات كبرى للولايات المتحدة في الحقيقة عندما جاء ترامب في ظرف أربع سنوات أحدث فوضى عارمة أنا قلت عدة مرات قلت بأن هذه الفوضى في الحقيقة زرعت بذور نهاية الولايات المتحدة على عشر سنين على عشرين سنة على قمسين سنة الله أعلم لكن البذور زرعت وهو أنه ظهر استقطاع بحال وظهر ترامب يهاجم الإعلام الأمريكي لأمريكا كانت تفتخر به بأنه هو رمز الديمقراطية وظهر ترامب وهو يهاجم الأجهزة الأمنية من الـ FBI إلى الـ CIA إلى كافة الأجهزة الأمنية المخابرتية الأمريكية وظهر ترامب وهو يقول أنه يثق ويستمع إلى بوتين في حين يكذب الكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الأمريكية مما يعني تناقض رهيب وظهر في أشياء كثيرة جدا مما خلق تلك الفوضى التي حدثت يوم ستة يناير ولأول مرة تحدث منذ الحرب الأهلية في سبتينات القرن التاسع عشر أي قبل أكثر من مئة وستين عام لم يسبق أن ضرب الأمريكيين كما جماعات كبرى أو جماعة تهجم على مقر منذ مئة وستين سنة منذ نهاية الحرب الأهلية الأمريكية والتي أدت إلى أكثر من مقتل أكثر من ستمائة ألف في منتصف الستينة من القرن التاسع عشر إذن فهو زرع سواء يتم الإطاحة به وذا هو المحتمل أنهم يخلوه يفوت كمرشح خاصة أن هناك داخل الحزب الجمهوري لديهم تناقض فمن جهة يدافع على ترامب ومن جهة لا يريدونه البعض منهم لا يريده لأنه يعرف أن ترامب بروبليماتيك إشكالي حتى بالنسبة لهم هما يعني لكن أكيد أكبر المستفيدين من هذه الأوضاع هي الصين وربما ربما يستفيد بوتين إذا تسارعت الأحداث في الولايات المتحدة ووصلت إلى حالة من الاستقطاب الشديد خاصة إذا مر ترامب إلى باعتباره مرشح الحزب الجمهوري وقضى على منافسي الجمهوريين عنده منافسي كبار لكن قضى عليهم وحتى إذا لم يفز بالرئاسة فإن ترامب سيحدث إشكالات كبيرة أما إذا فاز بالرئاسة وبقية حرب روسيا على أوكرانيا ما زالت مشتعلة فستتقلب كل الأدوار لأن ترامب قال أنه سينهي هذه الحرب وإذا أنهاها وبقي الروس ما زالوا قادرين على المقاومة أنا بك نتكلم على الهجوم المضاد الأوكراني اللي بدأ أمس وعلينا عنه اليوم رسميا فإن بوتين قد يستفيد لكن قناعتي أن الحرب لن تستمر إلى ذلك التاريخ هذه قناعتي يعني لن تدوم إلى نهاية العام القادم وهو عام الانتخابات لأن الانتخابات الأمريكية تتم في الثلاثاء الأول من شهر 11 لكن اللي مستفيد حتما كيفما كانت الأحداث هو الصين الصين ستكون مستفيدة حتما لأن الصين اللهم إلا أيضا أي حدثت فيها هي أمور خاصة والصين أيضا فيها عدة مشاكل داخلية قبل عشرة أيام طلع الرئيس الصيني وقال هناك تهديدات كبرى للأمن القومي الصيني ما أوضحش واشنو هذه التهديدات لكن قال هي مخاطر داخلية وخارجية إذن هناك تقلبات على المستوى العالم لكن أكيد أن أي فوضى أي سرعات داخلية في الولايات المتحدة فإن المستفيد الأكبر هو الصين وقد تكون دول أخرى أيضا لكن الصين هي الأولى طبعا تكون إيران تكون كوريا الشمالية إلى آخره أما روسيا إذا بقيت إلى ذلك الحد فستستفيد أيضا لكن الاحتمالات كبيرة أن روسيا ستكون أيضا في أوضاع مضطربة جدا راح نعود ونرجع أيضا لهذا الموضوع ورح لأنه في الأيام القادمة سيحاكمونه وسنرى ربما الأسبوع القادم ثلاثاء القادم هذا سيحاكمونه ستبدأ المحاكمة من تعب وراح يكون طبعا حديد طويل فيه